عجبني جداً الدكتور أحمد علي سليمان وده زامنا في المجلس الأعلى الشيء الإسلامية حامل كتاب جاي في توقيته الصحيح الكتاب أنا عنوانه حتركه للمشايخي شرحوهن طب قلوهن الأول أه حقوله حاضر الكتاب حسيبه للمشايخي شرحوهن لأنه العنوان مصير ولطيف ومهم جداً وفيه تشويق عالي جداً جذاب آه اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو كيف نتوضأ بأخلاق النبوة بص التعبير كيف نتوضأ بأخلاق النبوة رأيك يا دكتور رمضان هو الكتاب يعني الدكتور أحمد علي سليمان يعني غني عن التعريف لأنه عضو بالمجلس الأعلى الشيء الإسلامية وبيكتهد في مقالاته وفي محاضراته وغير ذلك هو أخذ من قول الله عز وجل في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فعملها مدخل إزاي أن نحن نتأسى ونقتدي بهذا النبي العظيم صاحب الخلق العظيم وإزاي أن نحن نطهر أنفسنا ونفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته في أفعاله في أكله في شربيه في معاملاته مع الناس في كذا وكذا مواقف كثيرة جمعها دكتور أحمد علي سليمان يعني وكتاب موفق بهذا هو الكتاب بيتكلم عن الطهارة الحسية فقط ولا الطهارة المعنوية فقط ولا الاتنين مع بعض لا هو بيتكلم عن الطهارة المعنوية الحقيقية المعنوية لا أنت حتى بتلاحظ الاسم نتوضى بأخلاق النبوة بس أول كلمة نتوضى ديت بينصرف الذهن إلى الطهارة الحسية غسل اليدين والمضمضة والاستنشاك وغسل الوجه كلمة وضوء مش كده؟ هذا المعنى الحقيقي المباشر لها لكن هو أشر إلى المعنى البعيد بقى مجازا لا أنا حنتقل حتى تانية لطيفة بس اسمع تعليق الأول دكتور شحات كيف نتوضى بأخلاق النبوة ماذا يعني عندك هذا العنوان؟ هذا العنوان مدخل لأن أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بالماء الطاهر الجاري الذي لا بد أن تتوضأ به أولا قبل أن تدخل في حضرة الله فلن تدخل في حضرة الله إلا في يد سيدنا رسول الله فإذا لم تحتك أنوار سيدنا رسول الله وإذا لم تتسربل بأخلاق سيدنا رسول الله فلن يسمح لك أن تقف في محراب القرب من الله إذا كيف تتوضأ بأخلاق النبوة؟ أولا أن تستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمامك وأن تغرف من معين أخلاق سيدنا رسول الله وأن تضعها على كل شيء فيك فإذا نظرت فبنور رسول الله تنظر وإذا سمعت فبأدب رسول الله تسمع وإذا تكلمت فبهدي رسول الله تتكلم وإذا سعيت وتحركت ففي أنوار رسول الله تتحرك وإذا سكنت فإلى رضا وتسليم بأمر رسول الله تسكن فأنت في ذلك في حضرة سيدنا رسول الله قد أحاطتك أنوار أخلاقه فدخلت بأنوار أخلاق رسول الله إلى حضرة مولاه الذي زكى هذه الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم فإذا دخلت في هذه الأخلاق كنت أنت كذلك على خلق عظيم الله 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 والحقيقة الكلام الدرر اللي اسمعناه بيثبت أنه هو الحقيقة الأخلاق المحمدية ما جعلت إلا وسيلة للتطهير النفس والارتقاء بها فنمقول كيف نتوضى بأخلاق النبي المعنى الحقيقي لها أو المعنى المراد اللي احنا فيناه كمشايخ ونقرأ هذا الكتاب اللطيف هو أنه الإنسان إزاي يغسل قلبه قبل ما يدخل على ربه ويغسل أروحه قبل أن يقف بين يدي مولاه وعشان كده ده بيدفعنا إلى الإشارة إلى أمر خطير يا فضيلة الإمام وهي إلا أنه إن هناك شعائر قبل الشعائر نعم هناك شعائر قبل الشعائر مهمة جدا يعني قبل قبل محدودتك يعني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر دين وعين اتنين أيوة شعائر الظاهرة مثلا وشعائر باطنة لما قال للقرآن وذروا ظاهر الإسم وباطنة يبقى فيه ظاهرة الله عليك يا شيخ رمضان فتح الله عليك الاسم هنا فيه ظاهر وفيه باطن والنعم فيها ظاهر وفيها باطن وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يبقى زي ما النعم فيها ظاهر وباطن الإثم فيه ظاهر وباطن طيب عرفنا النعم الظاهرة والباطنة أيهما أخطر طب يعني باب الشيء يعني الباطنة أخطر من الإثم الظاهر أخطر من الإثم الظاهر لسبب بسيط خالص هو اللي بيزيل النعم إيه عدم الشكر التقسير في حق الشكر صح فالنعم الظاهرة أنت عرفها فافتحمد ربنا عليها فربنا محافظ لك عليه الخطورة على النعم الباطنة صحيح إن يكون عندك قلب ذاكر لسان شاكر عقل متدبر جسد على البلاء صابر عندك حالة من حالات التسليم والانقياد والتسليم والتفقيل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر لو دي تتشافي إزاي دي تتشافي إزاي هو ده السؤال ما تتشافش الحقيقة إنما الواحد فينا لازم يبتكر يبتكر جبال الاستغفار وجبال الزكر وجبال التسبيح وجبال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لتطهير النفس مما علق بها ولم يدري الإنسان عنه شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر